قلت لحضراتكم ان انا واحد من الناس اللي حقفل صفحة اي حاجة حصلت او اي حاجة بعيدة عن مباراة النهائي الافريقي ما بين النادي الاهلي ونادي التراجي التونسي هذه المباراة التي ينتظرها الجميع مباراة النهائي الافريقي وبيني وبين حضراتكم حاجات كتيرة جدا وانا ما بقعد افكر مع فريق الاعداد او ما بفكر بشكل عام بلا ان انا لازم نعمل حاجة واحدة فقط وهي المسندة والدعم مسندة ودعم النادي الاهلي بكل الطرق لان الحقيقة النادي الاهلي يستحق مننا كل حاجة حلوة النادي الاهلي يستحق كل حاجة حلوة افريقيا تعرف امجاده هو ده شعار المرحلة المقبلة ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى النادي الاهلي على موعد مع المجد القاري وان شاء الله يبقى انفراد برقم قياسي من الصعب الوصول اليه او تكراره ايه اللي يتبقى على هذا الامر خطوة وحيدة وهي الاهم المباراة النهائية مباراة الترجي في تونس ثم مباراة العودة في القاهرة مباراة الترجي في تونس هتقام يوم السبت المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة العاشرة مساء ثم مباراة العودة يوم 25 مايو على استاد القاهرة وهي مباراة الحسم مباراة القاهرة انا مش محتاج ان انا اتكلم مباراة انا متأكد مليون في المية مليون في المية ان هذه المباراة ان شاء الله استاد القاهرة اذا سمح بالساعة الكاملة في استاد القاهرة انا متأكد مليون في المية ان استاد القاهرة سوف يمتلئ عن اخره من جماهير الاهل العظيمة اللي دايما بتكون حضرة وبتكون موجودة للمؤذرة والدعم كالعادة الحقيقة جماهير النادي الاهلي بتشكل رعب كبير لأي فريق بيواجه النادي الاهلي هنا في القاهرة وده يمكن مش باعتراف اسلام ولا باعتراف كثير وعدد كبير من المدربين اللي وجهونا في فرق مختلفة ومتنفسة مع النادي الاهلي في البطولات الافريقية